موسيقى السلام عليكم كيف تشاهدون اليوم ان شاء الله سوف نعادل مع بعديتنا زيت جوز الهند الذي كيف تشاهدون توجد في الأسواق قبل ثمن مرتفع وكذلك لا تستطيع تعرفوا جودة عالية أو غير مغشوش سوف نتهن ونهن ورصنا من هذا الشك أنه زيت جوز الهند من أسواق وش مغشوش والله سوف تشاهدون بيتنا وبصراحة يخرج جودة عالية تبعوا معي المراحل لا تفلتوا أي شيء لتعرفوا اي طبق اي طبق كيف تشاهدون وكيف تشاهدوني اشتراك في القناة وكذلك تفعيل الجرس لكي يوصلكم اي جديد ونبدأوا على بركة الله اول حاجة سوف نحتاج الكوكو ثقافة كيف تشاهدونه كيف يجب أن ارد المنزل كيف يجب أن يكون كامل الدسم كيف يكون كامل الدسم هذا هو يمكن أن تستخدم منه زيت جوز الهند وكيف تكون كمية كبيرة وكيف يمكن ان تخرج منه الزيت كامل الدسم يخرج الكمية كبيرة على اخر انا اخذت غير 10 دراهم كي نجرب بها تاني حاجة ستغلي والماء مزيان حتى يغلى و ستكبوها اليه ستصبو الماء فوق ذك زيت شبز الهند المبشور حتى يتغطى يعني شوفوا انتم معينكم ميزانكم حتى يتغطى بدك الماء و ستجدوه يرتاح حتى يبرد 1-4 ساعات الماء يعني شوفوا تلوه 9 ساعه حتى يبرد الخالط و نعود و نكمل المرحلة الثانية من المرحلة لا يبرد الخالط و جوز الهند المبشور سوف نطحنه مزيان و سننضع و ثاني نأتي المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة والمرحلة الثالثة من بعد مطحن الخالط سوف نحتاجه إيناء و كذلك سوف نحتاجه صفا و سوف نحتاجه 1 قماش الذي يسمح أنه يهبط منه و يصفي من هذا الماء أو زفت حياتي كما تعرفونه هو أفضل حاجة التي نستخدمها لا يريد أن نصفي المرحلة الثالثة و نحن نعصره بهذا الثالثة يعني نضغطه و نعصره مزيان حتى يخرج جميع الدسم في هذا الخالط يعني الحليب الحليب في هذا الكوكو سوف ينزل و سوف يخرج من هذا الثالثة في هذا الكوكو وهذه الطريقة أخرى كنت تشاهد فيها الكثير من المراحل ولكن صراحة الله كنت تكون ممتعة و أنك تصيب شيء حاجة بيدك اللي في بلصم أنك تشاهد شيء مرتفع و يكون عندك تخوف من أن ذلك الحاجة بالصح تقدر تقديل وجهك أو تقدر تكون مظهورة أو تقدر تكون مغشوشة ما كانش بحل أن حاجة تصيبها بيدك إلا كان عندك الإمكانية أنك تصيبها بالخصص كيف ما كان نشوفه ليس شيء حاجة اللي هي صعيبة شيء حاجة بسيطة و قدروا نعملوها بيدنا غيره و كان حسنا نحايدو ذلك القضية ديال العقز اللي فينا أه أما الطريقة السهلة و كتخرج لك الزيت يعني بجودة ممتازة ليس جودة ممتازة يعني كتكون متأكدة من النوص يخطو أنها كتعدت لي بيداتك و ذاك التفالة اللي كتبقى يعني هداك المبشور اللي كيبقى منيك نعصروا هاد الزيف هذا هذا كره غادي نحتاجوه هتطلقوه في واحد صينية و غادي تخليوه ينشف يكون غضر مثل من يلطنت و الأهم ولذلك ياطحونه وتستعمله كدقيق طريقة م HELベwat class كش نہیں جاء كريم هذا يجب أن يكون كامل 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 نحن نخرج من الزيت ونستفده من هذا الذي يكون نعادله به حليوة أو نخرج من طحين أو ما أخر نقدره نعادله به نقدره نعمله كجماش في وصفاتنا ما يتعمل به ممتش شي حاجة ومن بعد ما صفينا أو عصرنا وكملنا سنجد هذا الحليب ونغلفه بسلوفان ونجعله يرتاح في طلاجة لمدة 140 ساعة ونجعله يرتاح في طلاجة لمدة 140 ساعة ونجعله بسلوفان ونجعله يولون ومن بعد ما نجعله 48 ساعة ونجعله أخبركم ونجعله هنا يكونوا من فاصلين. انا سأخبركم في الفيديو كيفية النغم المخصة تكون نتيجة. انا شو نوقع من اللي خرجتم التلاجة. خليتم حطوط ونسيتوا حتى دابت القشدة حتى هي دابت وتخلطوا لي مع بعض اياتهم. لذلك شوية ما غادش يخرج لي الزيت كما متوقع. نغم المو ما غادش يخرج لي كما يخرج لي كمية زيدة اللي يخرج لي في الفيديو. بالحق ماشي مشكلة انا اضطرت ان اكمل تصوير وخوق قعد الخطأ هذا. وانا تستفدوا مع هاد الخطأ ما تعملوش بحالي. كيف تخرجوا من التلاجة في ديك مباشرة غا تحيدوا هادك الطبقة الفوقانية اللي هي كتكون على شكل القشدة. وغادي تحطوها بوحديته. وهذاك الماء غادي تخليوه بوحديته. انا غادي انطر انني صفي. باش داك القشدة تبقى علي الفوق والما يهبط لي التحت. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني. ولكن مشكلة انتم ما غا تكملوا الفيديو وغا تفهموا مزيان شنو المقصود من هاد شي هذا كامل. اللي بغيت نقولكم هو هادك الماء اللي غادي نصفي واه. اللي غا يكون لتحت. داك الماء اللي غا يكون صافي لتحت. هادك هو حليب جوز الهند. يعني ممكن انكم تستعملوه في العصر. هادك هو ما ترميواش تستعملوه في العصر. فبالصمة انكم تستعملوا الماء. استعملوا هاد الماء لجوز الهند. وكي كل اه. ما دا قديلوا لدي. صراحة انا قايصة شربتو جني لدي. ما دا قديلو. يعني حبا دا لو انكم تعملوا معها البانان او تفاح او غادي جي. نزيون. اه. يلا. كملوا الفيديو باش تفهموا دا با كيفاش غادي نخرجوا. زيت جوز الهند. مرحلة ما قبل الاخيرة هو اننا دا بغا نحتاجوا هذه القشدة. اللي طلعنا. اما الماء سبقوا قوتلكم انكم خدموه في العصر. اه. القشدة اللي غادي نحتاجوها. غا نوضعوها. في مقلات مكتل السقش. او شي كسرونة. يعني ايناء ميكوش كيل السق. باش غادي نوضعوها فوق البوطة. كيف ما قلتلكم ما كان وضعوها فوق البوطة. ولكن على نار مهيلة. اه كيف ما كتشوفو انا عملتها فوق بلاك شوفو. يعني البوطة الكهربائية. اه. وكان بقى ونحركو. يعني يدنا مخصوش يزول من التحرك. رتحو شوية وكملوا التحرك صراحة ما كتاخرش بزا في الوقت. ما تخافوش. ما تخلوش. اه شوية كيبقى يظهر لكم الزيت. وهذاك القشدة. اه كتبقى ذاك الحليب. او ذاك القشدة كتبقى تتحمر. اه يعني كتبقى تتحمر. اه يعني كتبقى تتقرمل. وكيبقى غير الزيت بوح ديته. وكيف ما كتشوفو انا المشكل اللي وقع وهو. انني ذاك الخاطئ اللي عملت. انني مني خرجت مثلها جنسية وخليتها. اما المفروض خاصة تخرج لي. اه. القشدة كتار من هكذا. يعني الزيت كان خصوش يخرج لي كتار. من اللي غادي تشوفو. لكن مع ذلك النتيجة كانت مرضية. وعجبني الحال بالسف. من اللي قطرت اني خرج زيت الكوكو بيدي. اه كيف ما كتشوفو انا كنصور لكم العملية كاملة مكمولة. اه غا تبقى تحركوا 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 تحركوا. حتى غا تلقاوا بان ذاك شي هاد شي دي كتشوفو بهذا الكريمة هذي. كاملة ما غا يبقى من اقوالو. غا يبقى واحد لجينة صغيرة. واما غا تتقرمل واما غا تتحمر وغا تتقرمل. وغا يبقى غا زيت بوح ديته. واما تبقى معي حتى نصلوا لمرحلة الزيت. واخيرا من بعد هذا المراحل كل قدرنا نصل لمرحلة الأخيرة وهي زيت جوز الهند. الممتاز كيف نكتشوفو كيف كتشوفو كيف تبقى لابط مزيته. الشي هاد لابط هذي براسها ما غا تشترمى انا غا تخدمها في وصفها. المهم كيف ما كتشوفو وغا تصفي وغا تخرج الزيت. انا خرج الزيت شوية قليل. كان عاود نقول لكم على ذاك المشكل اللي وقع المفروض انه يخرج كتر من هكذا. كتشوفو عشرة دراهم خرجتنا. واحد الكيمياء لا بأس بها. من زيت جوز الهند مع العلم انه كامل. بثمن مرتفع. كيف ما كتشوفو مهم النتيجة مرضية. وكيف ما كتعرفو الى كنتو في الصيف را غا يبقى زيت دايب. وإلا كنتو في الشتاء را غا يجمد. اتخلي وغا روحت شوية وغا يجمد. لما انني انا هاد الفيديو هادا صورتو في باقي شوية الجو بارد. را ضغية ضغية غا يجمد لي. مهم. حسن تشوفو في البوطة الشكل نهائي كيف شغا يكون. وها هو زيت جوز الهند. هذه البوطة كانت كبيرة. لذلك كنا رجعتو في البوطة صغيرة. كيف ما كتشوفوها هو ضغية ضغية جمد. صراحة غزال وكيف ما كتعرفو. زيت جوز الهند من اكتر زيوت المرتبة للبشرة او للشعر. وخلي تبعو القناة ديالي. انا اضعوا جرس باش غا تشوفو بزيف ديال وصفات. وكذلك ديجا عندي وصفات مختلفة. البشرة ديالنا وشعر ديالنا. وباقي غنعطيكم بزيف ديال وصفات. وعندي بزيف ديال جديد في القناة ديالي. كنتمنى انكم تدعموها بالاشتراك. وانكم تتبعوها لانها كتسهل. وشكرا لتتابعو ديالكم. وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة. موسيقى